هذا وتتميز العلاقات البحرينية العمانية بالتعاون والتكامل والنمو المتواصل بفضل توجيهات قيادتي البلدين الشقيقين نعم حيث تأتي هذه اللحمة الأخوية بين مملكة البحرين وسلطانة عمان منذ مئات السنين وتستند على قاعدة صلبة من العادات والتقاليد وواصل الترابط الاجتماعي منذ زمن طويل ارتباط حضري ممتد وقصص يشهد لها التاريخ فالعلاقات البحرينية العمانية علاقات عميقة امتدت من دلمن إلى ماجان ورسمت نموذجا مثاليا للعلاقات الأخوية التي تحظى باهتمام ودعم من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان سلطنة عمان الشقيقة وتأتي الزيارة الأخيرة لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان سلطنة عمان الشقيقة إلى مملكة البحرين خير دليل على روابط الأخوة المتينة بين القيادتين الحاكمتين حيث أتت هذه الزيارة لتكون مثالا للعلاقات البحرينية العمانية الراسخة والثابتة هذا التعاون ترجم من خلال ما تم الاتفاق عليه في مذكرات التفاهم التي أتت في عدة مجالات أكدت وحدة الهدف حيث يسعى البلدان إلى الدفع بمسارات العلاقات الثنائية نحو أفق أرحب في مختلف المجالات بما يسهم في توفير المزيد من الفرص الوعدة التي تعود بالنفع والنماء لصالح الجميع أصلة ومحبة يدعمها وحدة الهدف والمصير تأكدت في هذه العلاقات التاريخية فالتعاون المشترك المتكامل بين البلدين والشعبين الشقيقين في كافة المجالات الرسمية والشعبية يأتي دائما في خدمة المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين من خلال التعزيز الدائم والتطوير وفتح مسارات جديدة للتعاون المشترك بما يخدم المصالح المشتركة والتي بدورها ستعزز العلاقات وتنطلق في آفاق أرحب وأشمل شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين